طبعا سامحونا اخوان الحلقة السابقة قطعة معانا اصلا التسجيل تمام هنا عنا نتابع لاللي كنا بنشرح له تمام اللي هي قلنا له احفر ماشي بس يدير باله يعني اصدقائي يدير باله من هنا لانه هنا احتمال يكون فيه مصايد واحتمال يكون يعني يعني يدير باله بلا شقة على الحجر فوقراسو ماشي وهاتع تخلص بلا ينسر قوله يهابي العكالي عملا ما ليش دخل تمام هنا فيه اشارة مثلث صديقي هنا فيه اشارة مثلث ماشي هو اعتماد اعتماد المثلث هذا اللي هو اعتماد اشارة القبر صديقه او اشارة المقبر مدفن تمام عندي هذا المثلث معه التوجيه تبعه نفس التوجيه اللي هنا اللي هو اتجاه السهم العكسي هذا اتجاه سهم عكسي صديقي نفس توجيه الجرون هذا اللي موجوده اذا اتجاه تبعي هون لك دور عشارة اللجف وتنزل منها احتمال تنزل على المدفن والمدفن كويس إن شاء الله وأموره طيبة طالعا يا أخوان الحلقة هاي خلينا أحكي لكم الحلقة هاي بالنسبة للحلقة هاي اللي رن مكالمة أو رن فيديو أو إلى آخره نعمل له بلوك يا أخوان يسامحنا ناشي وإحنا حكينا قبل هالمرة اللي برن أو برن فيديو أو إلى آخره بنعمل له بلوك ماشي ف يسامحنا لأنه ما رح نحلل له الإشارة لأنه إحنا حكينا في موضوع الواتساب رح نعمل حلقات والحلقات هاي رح تكون متتابعة تمام فلناش أي اشي يبعد عنهم فيه عندنا شروط معينة بتبعت اشارتك تستنى اجي عندك صحين الصحين الزرق تمام هيك احنا بنكون حلينا لك الاشارة بتتابع في الفيديو صديقي بتلاقي حالك انه انه لك الاشارة وامورك تمام واللي مش بيشترك في القناة يشترك في القناة ويعطونا لايكات ويفعلوا الجرس تمام عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية وان شاء الله يستفيدوا من اشارتهم ومن اشارت غيرهم يعني هاي اشارة صديق انه انا ما بعرف من هو صديقي انا ما بعرف من هو لكن اشارة بعثنا اياها ماشي رح يستفيد منها هو وليستفيد منها الثانين اللي موجودين يعني لما بيجي من حل الاشارة هاي ممكن الاشارة هاي موجودة عند اي حدا ثاني ماشي يستفيد منها برضو حتى لو ما عنده يعني حتى لو ما شف هالصحرة ولقى هالاشارة هاي ممكن يستفيد منها ويعرف حلها فعندنا المتابعين موجودين المتابعين الموجودين ممكن في ناس ما عندهمش إشارات وحبين أنهم يتابعوا ويتعلموا وفي ناس عندهم إشارات وحبين أنهم يعرفوا إشاراتهم هاي على إيش بالدل وبتوصل لنتيجة معينة صديقنا هنا بعد هذه الإشارة هذه الإشارة طبعا جرون قبور لكن في المناطق اللي في السعودية اللي احنا بنشوفها مثل هيك مناطق الصحراوية يعني هذا الحجر لو أجينا لو أجينا جبنا أي إشي وحطناه هنا عملنا هيك صديقي الحجر هذا بيقع أو بيطرع من مكانه فهو حجر مش ثابت تمام وهاي مشكلة السعودية الأصدقائي يعني الحجارة مش ثابتة طبعا هنا في عنده إشارة قلب وتثبيت لإشارة القلب يعني إشارة القلب هاي هي وتثبيت لإشارة القلب إذن عندي في قبر إمرأة في المنطقة هاي طبعا ما رح يكون هنا ما رح أقدر أجي أقول له والله الحفر تحت الصخرة لأنه الحجر مش ثابت يا أخوان الحجر عادي محطوط حط فالحجر مش ثابت فبدو يشتغل على السياخ أو بدو يجيب مكينها لأنه أغلب القبور الموجودة في المنطقة الصحراوية المثل هاي هي عبارة عن قبور سطحية تمام قبور سطحية نعتبر هذا الحجر ثابت تمام عندي هذا الجرن مع توجيه واضح وصريح توجيه واضح وصريح باتجاه تمام إذا كان ثابت نرجع بنقول إذا كان ثابت الآن في عندي الاتجاه هذا هو بدروح بالاتجاه هذا رح يلاقي عنده قصة أو قص صخري موجود بالاتجاه هذا ماشي القص الصخري هذا رح يكون فيه عنده مثل البوابة شكل البوابة خلينا نحكي كشكل بوابة لكن الحفر بالاتجاه هذا صديقي بدأك تروح بالاتجاه هذا رح تلاقي القص وتشتفل عليه وإن شاء الله أنك تدخل على قبور وإن شاء الله أنه يكون تكنيزي ماشي إن شاء الله على الله صديقنا هنا بعتنا الإشارات برضو من السعودية لكن نفس العملية اللي شفناها هناك صخور متحركة موجودة في المنطقة يعني بقدرش أعتبر لك هذا مجسم صديقي والله لا ما بقدر أعتبر لك هذا مجسم ولا بقدر أعتبر أنها مش طبيعة يعني تمام مشكلة في الصحراء أنه يعني مشكلة مشكلة يا أخوان أنه كثير فيه جهة هوا وطراب وحتى لو فيه إشارات حقيقية فهي ندفنة تحت الطراب تمام عنده هاي الإشارة الثانية ماشي إشارة حلوة وثابتة ما عليها أي كلام عندي إشارة اللجف أو مكان الحفر هذا هو الدخول من يعني بدك تنزلك بحدود ثلاثة متر وتنزل تحت الصخرة إذا كانت ثابتة الله أعلم ماشي تنزل تحت الصخرة رح يكون فيه عندك اللي هو المغارة رح يكون بعد المغارة في القبر اللي بدك تبحث عنه هذا هو القبر لكن دخولنا من البداية هو من المنطقة هاي صديقي تمام ثلاثة متر ودخل لجف تحت الصخرة صديقي ومورك تمام إن شاء الله شوفي أنتو صور ثانية تمام نفس العملية هنا عندي إشارة لجف وإلى آخره لكن سكرين شوت ما بزبط هاي طبعا عادلنا الصور هاي ممكن أعتبرها طبيعية صديقي بقدرش أعتبر لك إياها مش طبيعية هون صديقنا طبعا مش بعتلنا إشي بعتلنا فيديو تضيعنا وقتنا وإحنا عشان نشوفه صديقي يعني ما استفدناش منه إشي تمام عالفاضي يعني إحنا ما استفدتش من المشاركة وبعتلي بتقول لي أهله تمام بعتلي هون مرحبا كيفك حلو أهله ما بقدرش عايش بدأ جاوبك هون بل لي عليك عايش بدأ جاوبك هون سامحنا حبيبي صديقنا هون من لبنان أهله وصياله فيه بأهل لبنان كلهم جميعا جميعا فردا فردا نفرا نفرا تمام عنده هاي الإشارة اللي هو قاعد بيقز فيها هون ماشي طبعا اللي مش واضحة مع التصوير ماشي لكن إشارة مثل إشارة البوابة مثل إشارة البوابة يعني ممكن إذا بدأ اعتبرها يا إخوان بيعتبرها ران هذهك بتعتبرها ران اللي هي الإشارة هاي هاي بتعتبرها مثل الران لكن هي مش ران تمام entonces عنده هاي قياسها تقريبا 16 سنطيت أو ايش زي هيك لكن هذا جرن جانبي لقبر صديقي الشغل تحته جرن الجانبي لقبر الشغل تحته الآن فيه توجيه بسيط فيه توجيه بسيط يعني فيه اتجاه بسيط هنا تمام انسى القياس احنا ما عنا هنا في الاشارات اللي زي هاي صديقي ما عنا اشي اسمه قياس يعني انسى موضوع القياس يعني لا درجة قصوة الآن فيه عندي توجيه بسيط هذا هو التوجيه البسيط اللي هون تمام هذا هو توجيه بسيط صديقي بالاتجاه هذا يعني بدك تروح بالاتجاه هذا عبو متر مترين ثلاثة بالكثير يعني ثلاثة متر بالكثير راح تلاقي إشارة اللجف موجودة لتحت يعني إشارة اللجف موجودة في المنطقة التحت ماشي مشي كثير تبعد لا تبعد كثير احتمال طبعا هاي الإشارة تابعة لهذه الإشارة الله أعلم يعني أنا اللي أمبيل معاي هذا هو تمام أنا أشوف هاي الصورة تمام خلص وهيك وضحت الرؤية هاي اشارة اللجف صديقي هنا خلينا نكبر الصورة بس عشان انت تشوف وين اشارة اللجف الصحيحة والواضحة والثابتة عنا طبعا هنا في عندي جرون مش مبين كثير هاي جرون مربع في المنطقة هاي اذا عندي شغل هنا الله واعلم هاي الاشارة تابعة على هذيك الاشارة او لا لكن عندي شغل هنا بدي انزلي بحدود ثلاثين متر والله عليهم هاي تكون مفتوحة اصلا رايحة واحتمال كبير تكون رايحة صديقنا هنا طبعا بسألنا انه حلت حلت مشكلة التحكير اللي كانت موجودة نعم صديقي حلت ماشي لكن احنا مشكلتنا انه القناة اللي بتعطي مضمون صحيح او بتعطي الشغلة صحيحة تمام الها اعداء كثير هاي مشكلتنا احنا في في تاريخنا العربي الحمد لله رب العالمين انه الاشي اللي ناجح له اعداء كثير والاعداء الكثير هذولا موجودين اللي هم مش ناجحين ولا لهم علاقة في الاشارات اصلا لكن يبحثوا عن القنوات الناجحة تمام ويقلدوها تقليد اعمى يعني يقلدوا هاي القناة تقليد اعمى وعند انه ما بصير في عندهم شوية شغل بيحاولوا انهم عشان ما يتاخذ منهم خلينا نحكي المشتركين بيحاولوا انهم يغلقوا القنوات الثانية لكن احنا الهم بالمرصاد ان شاء الله في عنا فريق كامل احنا موجودين لهاي القناة ولخدمة هاي القناة طبعا فريق من المشتركين نفسهم يعني حتى من المشتركين نفسهم هم الفريق هذول المتابعين معانا منهم مراد العقرباوي ومنهم اكثر من شخص طبعا موجودين من حسن ابو ايمن الى اخره هذولا قاعدين بالمرصاد يا اخوان وما عنا اي مشكلة تمام فاحنا بنطملك صديقي ما في اشي هسه حاليا يقدر يخترق النظام تبعنا او يقدر يخترق الشغل تبعنا صديقي لان صديقنا هون بعثنا هاي الاشارة طبعا هون كان على المباشر هذا المانيول المانيول اللي حكينا عنه اللي بيشتغل على النظام اللي بخزب فيه سكة الحديد وإلى آخره هي هيك النظام المانيول اللي هو من هون هاي لللف هيك بصير تلف مع هاي هاي للحفر بيستخدموها وبيستخدموها لأي شي زي اي تمام صديقنا هون بعتنا هاي الصورة هذا الجرن معه جرن اللي هو التوجيه هذا الجرن هذا اللي طبعا إشارة التوجيه طبعا داخل الجرن داخل الجرن زي ما احنا بنشوف هنا إشارة هاي إشارة لكن شوفوا كيف شو سووا فيك مثلا انت كباحث شو عملوا فيك لما حطوا لك هاي الإشارة مع أنه الجرن واضح والجرن شغله واضح جدا لكن شو عملوا فيك لما حطوا لك هاي موهوق صديقي هاي طبعا إشارة راح تكون إن شاء الله تكنيزية عملوا تمويه إلك صديقي ماشي عشان انت يعني تروح تبعد عن الموقع ماشي لا طبعا تمويه إلك كباحث اللي كانوا موجودين أيام الرومان اللي كانوا موجودين أيام الرومان وأيام الهاي هذا بيزنت على ما أظن يعني عشان هم 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 كمان لأنه وضعوا مقتنيات شخصية للشخص المقبور في المغارة هاي وضعوا فيها مقتنيات شخصية والمقتنيات هاي غالية عليهم أو إنه فيها مقتنيات كثير وغالية تمام الآن حطوا عنا تمويه أول اللي هو الشطفة هاي تمويه الثاني اللي هو المجسم داخل الجرن هذا التمويه الثاني التمويه الثالث اللي هو هاي البصمة صديقي هاي البصمة الآن الإشارة الرئيسية اللي أنا بدأ أشتغل عليها طبعا هنا فيه كمان تمويه هون لكن هاي الشغل الرئيسي والشغل الصحيح هذا هو الشغل الرئيسي والشغل الصحيح تمام عندي توجيه من هاي توجيه بالاتجاهات ماشي إذن شغلي بالاتجاهات طبعا رح يكون تحت الصخرة لكن شغلي بالاتجاهات ليش يأجو عمل التمويه لما بيجي واحد بده يقيس الجرن هاي بقيسه من هون لهون وبيمشي بالاتجاهات ما رح يلاقي إشي وبيمشي بالاتجاه هذا ما رح يلاقي إشي وبيمشي بالاتجاه البصمة ما رح يلاقي إشي بعد ما يجي يقيس من هون لهون ويحولها لخطوات والآخر هي راح يروح باتجاه البصمة ما راح يلاقي شيء لكن هون قطع عنا قطع عنا الإشارة قطعة الإشارة من هاي المنطقة وهاي هون مسكرة يعني ما عندها حتى إشارة توجيه يعني ما في إشارة توجيه بالدل لكن لما نيجي إحنا نشرح على هذا الجرون بنيجي بنحكي كالآتي بنيجي بنحكي كالآتي عندي مدخل من هذا المكان من هذا الاتجاه يعني في مدخل في إشارة لجف راح تلاقوا إشارة لجف هون كمان وعلى تحدي هاي راح تلاقوا فيها شارة لجف ماشي راح كون في عندي مدخل الآن دخول دخول من المنطقة هاي في سرداب بسيط جدا بعدين بدخل على المغارة في عندي سرداب بشكل ملتف بعدين بوديني على المغارة الرئيسية اللي داخلها القبر إشارة حلوة واضحة وصريحة ومتعوب عليها متعوب عليها صح بس هذا هو حلها يعني عندي اتجاه من هنا وفي عندي إشارة لجف بتشتغل عليها صديقي وإن شاء الله أمورك تمام صديقنا هنا بعتنا هاي الصور صديقي سأعطيك معلومة ومعلومة حلوة ومرتبة وعلى كيف كيفك تمام هاي هاي الإشارات الموجودة دخليني أكبر الصورة الإشارات هاي صديقي اللي موجودة هون إشارات صريحة وتموهية رح تيجي تقول لي كيف صريحة يعني إشارات صحيحة وصريحة وتموهية تمام الإشارات هاي الموجودة صديقي هي عبارة عن قصة عبارة عن قصة لا أكثر تمام لكن عندي من هاي الإشارات اللي موجودة اللي حرف الإي هذا طبعا هاي مش حرف إي هذا بسموه زي الشعوب أو شي زي هيك وهون حرف إي وهون كذا وهون كذا هاي كلها تموهية صديقي تمام عندي الإشارة الصريحة من الإشارات هاي اللي هو هذا يا صديقي هذا تجاه السهم اتجاه السهم والإشارة الحقيقية اللي موجودة اللي هي هاي المربع اللي داخله شحطين يعني طبعا هذا المربع نفس اتجاه السهم جاي نفس اتجاه المربع هاي التوجيه تبعا المربع تمام اتجاه السهم واتجاه التوجيه مع المربع هذا اللي هو مقبرة داخلها قبرين تكنيزيات والله العليم الله العليم يكون فيهم إشي ولا لا تمام داخلها قبرين تكنيزيات بالاتجاه مع اتجاه اللي هو السهم هات اتجاه السهم هات نفس الاتجاه تبع مربع اذا بدي اروح بالاتجاه هات طيب رح تجد قلي اكم خطوة امشي قديش امشي تمام بدي امشي بهذا الاتجاه قديش امشي صديقي ابعد ابعد مدفن عن الاشارة لا يتجاوز ال 15 متر ابعد مدفن عن الاشارة اذا شو رح اجي احكي رح امشي باتجاه السهم هات ورح امشي بالاتجاه هات تمام امشي ل 15 خطوة بخلال 15 خطوة خطوة هذولا احنا ما اجينا طبعا انا ما اعرف قياس عندك هذا السهم ما اعرف قياس هذا لكن وانت ماشي هال 15 خطوة هذولا ماشي اطلع على الارض عندك لازم يلاقي عندي اشارة تثبيت اشارة تثبيت صريحة وواضحة بالنسبة لهذا المربع شو اللي رح الاقي فيه شو اشارة التثبيت اللي رح الاقيه يا اما بلاقي شحطين صغار يا اما بلاقي مربع صغير جدا موجود على صخرة يا اما بلاقي شحطين هذولا يا اما بلاقي مربع صريح على صخرة وصغير تمام هاي شارة التثبيت تبعك هاي الشغل هون طبعا هون رح يجي هون نفس التوجيه يا اخوان المربع الثاني هذا نفس التوجيه هايو هون نفس التوجيه نفس اللي تجاه انتهى معي الشغل إذن صار عندي مدفن في قبرين ماشي وإشارة تموهية لنفس المدفن اللي في قبرين رح يجي قويس هذا رح يمشي ثلاث أربع خطوات رح خلص تفرط معه مش رح يلاقي إشي لا بده يروح باتجاهها صار عندي مدفن مع توجيه سهم إذن اتجاه مع قبرين مع إشارة التثبيت وإن شاء الله أمورك طيبة إن شاء الله أنه أمورك طيبة وإنك بتلاقي مدفنك هنا صديقي هاي برضو قصة للبلاوين اللي كانت موجودة تمام والله والعليم هاي يكون تكنيزية أو لا لكن هاي الإشارة أنا ما بعرف حلها هاي مش عندي حلها صديقي وهون صديقنا عشان ما يزعل منها ماشي فبدنا نشوف له الإشارات اللي موجودة صديقي صخرة طبيعية لكن هون عندي إشارة لجف في هاي المنطقة في إشارة لجف ممكن أنه يكون في هاي لجف هون هاي زي الكرسي لكن الله أعلم بس كرسي على منطقة يعني منبسطة زي هيك ما فيه حبيبي بدك تدور دور على إشارات في هذا الرجم اللي هون تمام دور على الإشارات هون في المنطقة هاي سيبك من الإشارة هاي تمام عنده إشارة ثانية تمام هنا نفسي العملية ما فيه إشارة واضحة وصريحة ماشي ما عندي إشارة واضحة وصريحة هي صخور طبيعية مثل هاي الصخرة برضو هاي صخرة طبيعية متحركة صديقي فعشان ما يزعلش منه عشان هيك احنا خلنا الصفحة طبعا انا رحط عنده خطان زرق فراح يصير وقول انت ما شرحت الليش فاحنا شرحنا لك حبيبي الآن صديقنا هنا من الضفة الغربية تمام من فلسطين صديقي حاول انك بس تشمس الدنيا تشتغل لأنه مطينة عندك الدنيا كلها طينة ماشي يعني لو فيه إشي يبدأ أقول لك ياه هنا مش عارف شو أقول لك ياه كله طينة صديقي طلعا هاي الإشارة مطينة مطينة هنا طبعا أنا قلت لك هذا تنظيف لازم تنظيف عشان يبين معانا يعني انت هنا لما حاطط لي الورق هذا والدنيا هاي الورقة مغطية هاي هنا مغطية على الإشارة صديقي طب كيف أنا بتعرف لك شو الإشارة بدأ تحزر بزبوطش وعنده كنت معانا على المباشر شوفنا الإشارات الثانية الموجودة عندك هنا صديقنا أبو علاء سعد قلبك أبو علاء بعتنا الرصد اللي تمام الرصد اللي كان طالع معانا في تبعة المنظورة يا أخوان هاي رأي استكتلها الغنم صغير يا حرام تمام فكام بعتنا إياها هاي تطلع علي وتتصور سلفي قاعدة تمام شوفوا المنظر الوراها ما أحلى تمام بعتنا هاي وبعتنا حبيبي وفعل هنا صديقنا عنده الإشارة هاي أخوانا خلينا نبلش معاه الإشارة الأولى الإشارة هاي صديقي هذا جرم قبر جرم قبر لكن لازم تتنظف الإشارة بشكل صحيح عشان يبين هذا معانا سيال ولا إيش هو أنا مبين معي زي سيال لكن بلا تتنظف لازم تتنظف صديقي الصورة يعني يعني صراحة عندي جرم زي هذا ليش ما أنظف حواليه أشوف شوف فيه شغلات ثانية قل درش حلي لك يا صديقي غير لما تتنظف الإشارة عندي هون مصب مياه صديقي ولا يزد فيه أي حفر هذا مصب مياه صديقي تمام هاي نفس الإشارة اللي مش منظفه هون هو باقي مشتغل طالع معانا القص هذا تمام صديقي بدك تنظف كل الإشارات الموجودة عندك عشان يبين معانا شو الشغل اللي تحتها أصلا هون بكتب لي هون سيال بشكل أفقي منتجه من الغرب للشرق عرض أربع أصابع وطول بحدود سبعين هذا مش سيال صديقي هذا قص صخري ما بين هاي الصخرة والصخرة الثانية قص صخري صديقي سامحنا حبيبي طبعا صديقنا هنا من لبنان بعت لي السلام عليكم حبيبي وعليكم السلام هيك خلصنا معك استنى للمرة الجاية إن شاء الله هي السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله صديقنا هنا نفس العملي السلام عليكم أخيات سمحت حاب أستشيرك بهذا الموضوع من بعد إذنك وشكرا عفوا حبيبي طبعا صديقنا هنا بعت إن هاي الإشارة هي يعني مثل إشارة الكرسي مثل إشارة الكرسي صديقي لكن مش راح أعتمدها هاي إشارة كرسي يعني هاي ما راح أعتمد هذا إشارة كرسي تمام لكن هي مثل إشارة الكرسي طبعا هون هون إيشي ما بعرف شو هو ممكن رجم إحجار ممكن تنظيف أرض حاطين الإحجار تبعتها هون لكن هذا لا أعتمده ككرسي الآن هو حاطنا دائرة هون في المنطقة هاي حاط دائرة في المنطقة هاي انه فيه جرن جانبي هذا جرن جانبي تمام وفيه جرن تحت جرن لجف اذا ما بدي اعتمد الكرسي هذا الكرسي ما بدي اعتمده بدي اعتمد الجرن الجانبي مع اشارة اللجف صديقي تمام يعني اشارة اللجف هاي بدي اعتمدها بدي اعتمد الجرن للفوق واحفر في المكان هاي صديقي احفر في المكان هاي انزلك مترين وشوية هيك وبعدين الجف تحت الصخرة احتمال يكون في عندك قبر صديقي تمام شو بعت أنه من فوق يوجد مربط وهي كمان في مربط فرس إذن دخل على قبر صديقي هاي مش عارف وين جاي أصلا مع الإشارة هاي إشارة ثانية نعم أو هي نفس الإشارة عندي نفس الإشارة هاي الكرسي اللي حكينا عنه هاي الشغلات هاي قدت هنا بدها تنظيف أرض هاي إشارة اللجف الواضحة الآن هنا في إشارة اللجف الواضحة عندي قبر في المكان هذا خلينا كبر الصورة تمام عندي قبر داخل مغارة بسيطة جدا ممكن تكون مترين ثلاثة بكثير يعني ماشي مع إشارة اللجف ثانية يعني عندي نزول من هاي المنطقة عندي نزول من هاي المنطقة شكرا صديقي طبعا صديقنا هنا بعت لي يعني هنا سيدي هل أستنى منك جواب أم لا والله ما عارف جواب على إيش صديقي يعني من 4-2-2020 هل أستنى جواب أم لا هنا مبروك عليكم شهر رجب هنا بعت لي فيديو ماشي عن واحد بسولف ما بعرف شو بسولف تمام وهنا بعت لي مسي الصوتي إنه أنا أنتظر من هذيك الأيام الصديقة عيش تنتظر ما بعرف انت شبعت إيش أصلا شكرا صديقنا هنا عنده شغل صريح وجميل جدا 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 تمام عندي هنا هاي إشارة أنا بعتبرها كإشارة إشارة تكنيزية طبعا رح حلله بس هاي الإشارة هو بعض إشارات كثير لكن رح حلله بس هاي الإشارة أنا بعتبر الإشارة هاي إشارة تكنيزية وتوقع هاي حلناها المباشر وانقطع المباشر وتهكرنا وسلافتنا تمام بدي أعتبر الإشارة هاي إشارة تكنيزية صديقي وتفصيلية للشغل لكن إشارة بسيطة جدا يعني ما فيها التعقيد كثير ما عندي تعقيد في هاي الإشارة نهائيا تمام؟ إشارة واضحة إشارة واضحة عندي دخول من المنطقة هاي عندي مغارة داخلها قبر تمام؟ إذن اتجاهي هذا هو اتجاهي تمام؟ هذا هو رح ألاقي إشارة اللجف رح أدخل لجوة ماشي من ثلاثة متر لتحت وبعدين أنزل تحت الصخرة تمام؟ رح ألاقي المغارة ورح ألاقي الشغل فيها تمام؟ إشارة حلوة صديقي واحتمال تكون تكنيزية طبعا صديقنا هنا أنا زعلان منه إخوات مش راح أعتمد ولا رح أحلله الإشارة لأنه صديقي وعزيز على قلبي انته لما بتبعت لي تم حذف الرسالة تم حذف الرسالة تم حذف الرسالة أنا ما بعرف شو كنت أنت بتبعت صراحة تمام؟ بعدين تبعت لي السلام عليكم صديقي إذا أنت مش واثق في هاي المحطة أو في هاي القناة صديقي ماشي ما تزعل مني ماشي؟ رح ألاقي إشارة واحدة لكن تم حذف الرسالة معناته أنت باقي تحكي إشي غريب عجيب أنا ما لحكت أقرأه صديقي تمام؟ سامحنا لكن هاي الإشارة رح ألاقي يا صديقي هاي إشارة الرزنة اتجاه مغارة تحت الصخرة صديقي بدأت تدور على إشارة اللجف بالإتجاه هذا صديقي تلاقي إشارة اللجف أنا بكون أحسن منك ماشي؟ لكن مجرد ما أشوف حذف الرسالة صديقي لو أنك أخوي ما بحلي لك الإشارة أنا أعرف شو كنت تحكي هون ماشي؟ شكرا حبيبي نفس العملية هون مرحبا بدأ غلبك تشوف الصورة هاي إشارة مزبوطة عتيقة جديد بل شو بدل وهي تم حذف الرسالة أسفل ما فيه أعلى ما فيه شكرا حبيبي هيك إحنا نضيع وقتنا يعني هيك بنصير إحنا نضيع وقتنا على الفاضي يا صديقي تمام؟ طبعا صديقنا هنا بس أنه إذا فيه إشارة مجسم سلحفة ماشي هذا صديقي مش مجسم سلحفة هذا حجر عادي تمام؟ حجار عادية هذا حجر عادي صديقي ما فيه مجسم سلحفة يعني هاي مثلا تعتبرها مجسم سلحفة صديقي ما فيه مجسم سلحفة آسف صديقنا هنا من لبنان بعتنا الصورة هاي الصورة هاي جميلة جدا زي ما هو كاتب جميلة جدا جدا ألف وعليها شحطتين من فوق جدا وليس نون صديقي عشان اوضح لك الصورة طيب الان هون عندي شغل عندي حفر صديقي اشارة واضحة وصريحة وثابتة على الصخرة اشارة جميلة جدا تمام عندي اشارة اللجف البسيطة هاي هي صديقي من هون هاي اشارة اللجف البسيطة دخول عندي ثلاث متر او بجزء حتى اربعة متر تمام عندي ثلاث اربعة متر نزولا بشكل عمودي بعدين بشكل افقي رح ادخل على مغارة داخلها قبرين تمام وفيها من المغارة هاي للمغارة الثانية فيه زي الحائط او مسكرة حتى انت لما تكون تحت ان شاء الله بس تتح معك المغارة وتلاقي فيها القبرين هذولا ماشي رح تلاقي حاجز موجود ما بين هاي وهاي تمام حاجز صخري او حاجز كذا بتكسر حبيبي وتدخل على المغارة الثانية وان شاء الله المغارة الثانية هي فيها الشغل والتكنيز الصديقي ان شاء الله ذا كانت تكنيزية تمام الاتجاه تبع هاي برضو باتجاه اللجف واتجاه الجرن هذا باتجاه اللجف يعني كل الشغل هنا صديقي تمام صديقنا هنا محترم ومؤدب وكلامه حلو كثير يا أخوان وكل الاحترام له ماشي وهيك الحلو الكلام لما بيقول كل الاحترام أستاذي وشكرا وما نعرف شو يعني كلام محترم تمام الآن هاي الإشارة اللي بعثنا إياها تمام هو أتوقع هاي من من مناطق جنوب الأردل يعني مناطق في الجنوب هاي الإشارة اللي بعثنا إياها هاي عبارة عن إشارة منطقة منطقة سكنية ومحروسة منطقة سكنية محروسة تمام يعني فيها جيش وتتذكروا يا أخوان لما أنا نزلت صورت في البترة تمام تتذكروا الصور اللي صورناهم في البترة والسيق وكيف شرحنا في السيق إنه المماكن المحروسة شو كان يحطوا عليها الإشارات يعني اللي فيها جيش وفيها ثكنة عسكرية وفيها هنا منع دخول أو إلى آخره كانوا خطوا عليها إشارات نفس الإشارات هاي صديقي تمام هاي الإشارة من بعيد نفس الإشارة صديقي هاي تعني مكان سكني وفيه دير هذا الدير مكان سكني محروس بالجيش أو محروس بالشرطة تبعتهم أو إلى آخره لكن الإشارة هاي الدلالة تبعتها الدلالة تبعتها مش في المكان هذا كل ياتو صديقي الدلالة تبعتها رح تمشي باتجاه رايح لهون رح تلاقي إشارات ورح تلاقي خربة موجودة في المنطقة خربة أو يعني منطقة أثرية تمام لكن إشارة حلوة وجيدة ملابأس فيها تمام شكرا صديقنا هنا بعتنا هذه الإشارة وهي رح تكون معنا اليوم آخر إشارة تمام في حلقة اليوم هاي رح تكون معنا آخر إشارة يا أخوان هاي إشارة المثلث صريح جدا وممتاز وإشارة مثبته تمام مع اتجاه تمويهي مع اتجاه حقيقي شوفوا اتجاه تمويهي واتجاه حقيقي اليوم أنا ما بدور على في هاي الإشارة بالذات ما بدور على التوابع الموجودة على الصخرة بنسى موضوحها ليش؟ عندي المثلث فيه اتجاه من هون وفيه اتجاه ثاني من هون وفيه اتجاه قصيد جدا هون تمام لآن عشان أعتمد هاي الإشارة عشان أعتمد لأي هاي الإشارة أمشي في الاتجاه هذا اللي هون يا أخوان لأنه مسكرة تسكير كامل إلا في المكان هذا الصغير مفتوحة إشي بسيط يعني توجيه تمويهي يعني هذا تمويهي مع توجيه يعني إشي موه يعني مش إنه والله واحد جاي يقول لي اروح بالاتجاه هذا خلاص انت وصله تمام؟ أموهني بشكل بسيط بالاتجاه هذا إشارة اللجف رح تكون معي هون ليش؟ لأنه مسكر هذا كله كامل مسكر حتى لو كان فيه توجيه من هون حتى لو كان فيه توجيه من هون حتى لو كان فيه بصمة حتى لو كان فيه جرن تثبيت حتى لو كان إيش مكان عندي تمويه بسيط هون واتجاه هذا الاتجاه تبعي المنطقة هاي هي اللي فيها الحفر صديقي بتنزل وبتنجف تحت الصخرة 99% من الإشارات اللي بتمبعت يا أخوان هي شغلها تحت الصخرة تبعتها أو تحت الموقع تبعها تمام؟ نشكر الجميع على المتابعة ولا تنسونا يا أخوان من اللايكات لا تنسونا مش مش مشترك في القناة نشترك في القناة والفاعل الجرس وشكرا لكم طبعا أخوان اشتراك في القناة في هاي الزاوية هاي موجود في هاي الزاوية بس تكبسوا على هاي ماشي بتطلع معاكم على طول القناة بتعملوا فيها اشتراك أهلا وسهلا فيكم شكرا للجميع للمتابعة